بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما حبابي في الله كديرين أشواركم سنتمنى أنكم تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته الناس لعندهم العتبة في أسحار يتجدد السحر دائما عندهم أسحار وعندهم مشاكل في البيت عندهم نقص في المال عندهم نقص في الوظيفة عندهم نقص في الزواج البنات ما تتزوجوش الأولاد جالسين من العمل المال قليل الصداع والمشاكل بدون سبب إذن عندنا سحر التجديد أو سحر العتبة سحر العتبة تكون من السحر اللي تكون مرشوش إما بعد الأحيان الناس تلقوه إما البيض خاسر وإما زيت فيه لون أسود وإما عنده ريحة كريهة وإما أي حاجة مرمية أمام العتبة تكون سحر التجديد أو السحر التفريق أو السحر المشاكل أو السحر توقيف الحال أو السحر توقيف الزواج أو المراد اللي عنده ولداتها تترجهم أنهم يشتغلوا أو يخدموا تيدروا لهم أسحار على نية أن يوقفوا لهم حالهم لولداتهم لحالهم وتيدروا لهم توقيف الحال إذن توقيف الحال هو من أعمال شيطانية تكونوا الناس ما تبغيوش الناس أو تكرهوهم أو ما تبغيوهم ش يكونوا مجموعين يكونوا ملمومين يكونوا عندهم واحد السر في بيتهم هما عندهم مجموعين أنهم ساجمين تيدروا لهم السحر التفريق أو السحر العتبة السحر العتبة هو دائماً تكون السحر المرشوش أمام العتبة الدواهر للسحر العتبة هو الألم في القدمين ألم في القدمين تكون تعطيه إشارات في القدمين أنك عندك حريق في الرجلين دائماً تشتكي بأنك عندك حريق في الرجلين ألم في الرأس الرقبة الكثيرة الرقبة تكون فيها ألم قوي إذن دائماً الناس اللي عندهم السحر المرشوش ألم في الجسد دائماً إذن كيفاش نتخلص من هاد من هاد السحر إلى أضطر لي على الرجلية أضطر لي على البيت أضطر لي على حياتي أضطر لي على توقيف الحال في المال في الأولاد في الصحة في العافية دائماً عندي مشاكل دائماً عندي نقاشات بين الأبناء ودائماً عندهم مشاكل باستمرار أول حاجة عندنا نواة ديال الطمر أريد أن أخذ سبع نواة ديال الطمر عندي حفنة الملحة ملحة سخرية أو ملحة العادية أو ملحة طعام التي تكون عندكم في البيت إذن عندي اليزير اليزير رائع في طرد النواحس عندي القرفة لجلب الحض القرفة تجلب الحض عندنا اليزير أو إكليل الجبل سبع نواة ديال الطمر ومع حفنة الملح طاعم إذن توكلوا على الله لأن هذا الماء غادي نحاول أننا نرقدوه في هذه الآنية تكون آنية تكون معتدلة لأن هذا الماء غادي تغتاسلوا به وترشوا به العتبة وفي نفس الوقت غادي تحاولوا أنكم ترشوا به أرجاء البيت كامل مع العتبة وترشوها ولكن كيفاش غادي تديروا غادي تاخدوا النواة توضعوا فاد الآنية مع إكليل جبل جوج معارق كبار مع قطعة أو قطعتين أو ثلاثة دي القرفة إلا كانت عندكم بودرة ديروها ماشي مشكل مع الملح غادي نحاول نقرأ عليها صورة الزلزلة 21 مرة صورة الزلزلة 21 مرة وغادي نقرأ هذه الآية لجلب الرزق هذه الآية إن شاء الله غادي نقرأها من صورة الحج رائعة في جلب الرزق جلب العمل جلب الخطاب إلى العتبة غادي نقرأها سبع مرات أعود بالله من الشيطان الرجيم وأدن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق هذه الآية من صورة الحج نقرأها سبع مرات وغادي نقرأ آية من صورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينات هي سبع مرات وغادي نقرأ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 14 مرة إن شاء الله غادي نكمل هذه القراءة وغادي نضفع لها آية الإبطال أعود بالله من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منطورة سبع مرات وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منطورة غادي نقرأ هذه القراءة اكتبوها في ورقة خدوا قلم وورقة واكتبوا هذه الصغاء إن شاء الله قرأوها تكونوا على طهارة تكونوا على نية تطهير العتبة إلا كان عندكم سحر مرشوش كان عندكم توقيف الحال في الزواج أو في العمل أو في المال أو السحر التجديد رائعة هذه الوصفة غادي ناخدوا هذه المكونات غادي نرقدهم بعد ما قرنا على الماء غادي نضفوا هذه المكونات كاملين بعد ما قرنا عليهم صباح رباح غادي نخليها في سطح البيت غادي نخليها في سطح البيت تاخد طاقة السماء صباح قبل ما تطلع الشمش غادي نحيد هدك الماء بنية تطهير البدن والعتبة وكل شيء إذن غادي نرش البيت كامل غادي نقسم هاد الماء إلى قسمين غادي نحاول أنني نرش العتبة مع الصباح وننشفهم زيان رشي ومسحي الباب بهاد الماء ونمسح زواية البيت والرش العتبة والرش زواية البيت بهذا الماء بعد ما صفيته وقسمته إلى قسمين النصف الآخر غادي نعطيه نضيف ليه الماء ونعطيه لأبناء يعوموا به الناس اللي عندهم توقيف الحال يدخلوا الغرفة ديالهم يدخل هذا المقدار اللي اعطيتيه إما سطيلة صغيرة يدخل وعاء ويخوع ليه من راسه حتى الرجليه ويلبس الملابس دياله ويخرج هذا الماء إلى خارج المنزل أما العتبة نمسحها مزيان ونرش العتبة وننشف العتبة من الماء ما عفتوش عليها الرجلين إذن أحبابي هاد الوصفة صالحة توقيف الحال صالحة البيت صالحة العتبة إذن ديروها بالنية وتكوني على طهارة وتكوني نقية وترشي وانتي محصنة راسك تقرأي آية الكرسي أولا سبعات المرات وانتي تترشي في العتبة لأن التحصين لابد أنك تحصني راسك لما قدرتش أنك تحصني راسك شغلي صورة البقرة وانتي تترشي في هذا الماء أما الإبن اللي عندك موقف لي حاله في العمل يدخل الغرفة ديالو ويخويع ليه سطيلة ديال الماء اللي بهذه المكونات أما المكونات اللي نشفتوهم تبخروا بهم في أي وقت بغيتو في أي وقت بغيتو من الظهر إلى العصر المغرب لأن إكلي الجبل تقدري يتبخري به حتى مع العشاء النوى ديالطمر في خير وبركة مع القراءة مع قطعة أو قطعتين ديال القرفة رائعة في التبخير نديروا واحد المجمر فيه الفحم ونبخر البيت بهذا المكون اللي بقات في طاقة القراءة وفي نفس الوقت بخرت ولادي دوشوا بهذا الماء رشيتي العتبة رشيتي البيت إذن طاقة إيجابية جبتها البيت وحيتي النحوسات وحيتي الوسخ ديال السحر وحيتي طاقة العين والحسد والتوابع لتابعينك في ولادك تابعينك في صحتك تابعينك في مالك تابعينك في أي حاجة إذن هذه لتنظيف العتبة من الأسحار المرشوشة وجلب الخطاب والعمل إلى باب المنزل كونوا على يقين درتوها بالنية غادي يكون عندكم إن شاء الله فرج قريب إن شاء الله وغادي تكون عندكم طاقة إيجابية في البيت لأن هذه الوصفة فيها قراءة خطيرة جدا لطرد التوابع من البيت إذن حبابي حاولوا أنكم تديرها بالنية وصفة وغادي تحصلوا على المبتغة ديالكم إن شاء الله إذن حبابي إذا عجبتكم ونصفوا أخليوا لي لايك دعموا القناة فعلوا الجرس أبنوا بحول الله وقوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته